هل يا أصدقائي معكم سامو طبعا هذا الفيديو يا أصدقائي مثل ما شفتوا بالعنوان اليوم يا أصدقائي الفيديو رح يكون عن أماكن الصناديق السرية تباية تحديث Zero Gravity حق سنة 2024 طبعا يا أصدقائي هذا الفيديو رح يكون جدا مهم لأنه صناديق هذا التحديث أحسها نوعا ما سهلة وصعبة يعني في جزء منها كثير صعب ومحتاج طرق حتى يعني حتى لو كنت عارفين أماكنها لازم يعني تجيبون طرق كيف تحصلوها لأنه الأماكن شبه عالية وتحتاج أشياء معقدة فأنا اليوم بهذا الفيديو بالذات رح أساعدكم بخصوص هذا الموضوع وإن شاء الله كلكم رح تجيبون الصناديق السرية ورح تأخذون الجوائز تباها عشان تساعدكم بالأشياء وتجميع تباية الكوينز والجواهر بالأخير تشترون الأشياء اللي نفسكم بيها طبعا يا أصدقائي لا تنسوا تدعمون هذا الفيديو بكثير اللايكات وأيضا عشان تعرفون كل شيء مع التفاصيل لازم تشاهدون هذا الفيديو من الأول للأخير ولا تنسوا كمان تشاركون بالقناة وتفعلون زر الجرس ويلا بينهس وليتس جو فحلو يا أصدقائي طبعا أول شيء لازم تعرفوه عدد صناديق تحديث زيرو غرافتي تباهاي السنة هم ستة يعني هذا التحديث حاليا يحتوي فقط على ستة سناديق تعالوا تعرف عن مكان الصندوق السري الأول فهو الصراحة هذا الصندوق جدا سهل ولكن المشكلة مكانه أبد ممعروف فبكل اختصار هو موجود عند الطيارة اللي قاعدة تلف على المدينة فعلى العموم تعالوا نصعد للبرج فوق رح أوريكم طريقة سهلة وبدون بدلة أو أشياء معقدة تعالوا يا أصدقائي رح ننتظرها أوكي فهس أوكي هي قريبة أصلا رح نصعد من هذا الشيء أصلا بكاكسيم سويتها بس عشان هذا الشيء أوكي عشان نصعد للطيارة أو كذا فأيوة هو صندوق موجود هنا تعالوا ناخذه ونشوف شنو به آه بيت لا جوار حلو فحلو يا أصدقائي طبعا من بعد ما عرفنا مكان الصندوق السري الأول آه اللي كان بالطائرة تعالوا نتعرف عن مكان الصندوق السري الثاني أوكي طبعا هو كمان موجود هنا موجود بمدينة البيوت يعني طبعا يا أصدقائي تعالوا أوريكم المكان بالضبط لازم نيجي هنا طبعا هذا التحديث آه أوكي أحس يعني حطت به بكاكسي آه صناديق أكثر خصوصا بمدينة البيوت طبعا يا أصدقائي لازم نصعد هنا يعني الأمر جدا سهل ومفهوم طبعا بعد الصعود لهنا آه صندوق موجود هنا يا أصدقائي عند الكأس طبعا مادام بكاكسي أول مرة تحط هذا الكأس هنا أعتقد فكان محتمل أصلا يكون به صندوق سري تمام يعني المكان منطقي طبعا يا أصدقائي تعالوا ها سأدليكم عن مكان الصندوق السري الثالث ها هو كمان يعني سهل أوكي موجود هنا يا أصدقائي هنا طبعا تعالوا أشوف يعني طرق سهلة عشان نقدر نجيبه أوكي رح حاول أسهلكم السالفة أعتقد نجي من هون أفضل هذا فيما يخص بالصندوق السري الثالث أي وزبطت طبعا هو هنا أوكي طبعا شوفوا هو هذا الصندوق السري الثالث طبعا يا أصدقائي تعالوا ناخذه أوكي هو كمان به ألف كوينز يعني لحد الساحة صل على ألفين كوينز وثلاث جواهر أوكي يعني يعني أوكي رح تنفعكم بالباقات اللي بكوينزات وكذا واو شوفوا عالم بيكاكستي أو مدينة الروبوتات كيف عم بتبين من هون رح أسوي صورة هنا أحد من الأيام بس هسا لا لأنه اليوم سويت كثير صور بليوني ممكن سويت اثنين أو ما أدري كم بس عموما تعالوا أوريكم مكان الصندوق السري الرابع هو كمان نوعا ما شنو نعتبره نعتبره موجود بمدينة البيوت ها لأنه موجود بهاي المناطق طبعا يا سقاي هو موجود بهذيك الزاوية يعني فوق أوكي هو كمان عالي بس رح عليكم هسا شلون رح نجيبه طبعا لازم نيجي عند هاي تبع الفريق الأحمر الإشارة الموجودة بالسماء تعالوا أجرب لو نفع أنه نروح من هون رح يكون أفضل وأسهل بس نو نوعا جد فأوكي رح أسعد بالهليكوبتر عشان أسهلها وما أطول بالفيديو فطبعا يا سقاي الصندوق موجود هنا أوكي يعني بهذه الزاوية شفو هنا شفتوه هو هذا هذا هو الصندوق السري الرابع يعني هسه ضايلنا كمان صندوقين ونخلص الصناديق تبع التحديث zero gravity فلاحظت كمان زي ما أنتم شايفين هذا البوكس أو هذا الصندوق كمان يعني أيضا يحتوي على ألف كوينز يا الله عجب كي يكسي حاثة كثير كوينز بالصناديق تبع هذا التحديث أصلا يعني منطقة لأنه في كثير أشياء خلتها بككسي بكوينز صندوق السري الخامس والسال يستقريبا يعتبرون أنهم موجودين بمدينة الروبوتات طبعا يا صندوق الخامس وما قبل الأخير رح يكون بهذه المنطقة تبع روبوت الأركد طبعا هو كمان أعتقد رح نصعد لها بالمكنسة أو مشروب الطاقة عشان تسهلونها رح تصعدون من هنا أوكي ورح نيجي من هنا أوكي ونيجي هون أعتقد شفتوا أو ماي جاد أو ماي جاد أو ماي جاد أيو 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 بسعادت شفتوا بالسهولة وطبعا هذا هو البوكس السري الخامس وما قبل الأخير في تحديث زيرو جرافتي طبعا هاي كان رح يكون أفضل لو تبدين لهذه الجزيرة على طول تبع الألعاب أو ماي جاد شفو حاليا النقاط تعادل أوكي لازم نجمع مية نقطة لازم نشد حيلنا أو كمان ألف كوينز أو ماي جاد أيش عجب أيش فيه يلا يلا عقبال الصندوق السري السادس رح يكون به جواهر إن شاء الله طبعا هو به جواهر أوكي لأنه ما كان استعب وخليتها آخر شي لأنه معقد حرفيا جدا معقد هذا الصندوق فوين موجود يا ترى بكل اختصار موجود بلعبة اكس دراس تعالوا نجرب محاولاتنا ونشوف إذا رح أقدر أحصله أو أجيبه يعني بالفيديو هذا نفسه أو لا بس عموما رح أتليكم على مكانه وين تحاول حاوله خلف الكواليس زي ما أنا رح أحاول طبعا ياس قاية شفت كثير يقولون ينفع نجيبه بهذه السيارة تبع الهيلو كيتي أوكي لأنه نوعا ما كأنه بطير فمش عارف لو يعني صدق أو لا طبعا موجود بالسماء تخيلوا بس فيعني يستعب نوعا ما هل هل هادم أنا أظل رافع الكاميرا شفت شفت يعني هذه يعني يعتبر أنه بطير شويتين فعشان كذا هي مفيدة المهم الصندوق بطبيعة الحال موجود على الأواخر هو شفت أوكي طبعا أحاول أنه ما أفوت أنا حاول أحاول بس يلا يلا طبعا مو هدفنا نلعب يا أخي أريد أمي جاد وين 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 وينك يا صندوق طبعا أوكي ما في أيو أيو شكله هنا أيو هو هذا أيو هو هذاك وين لحظة 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 نتهت وربي تهت مو طبيعي طبعا يا سقاي هو الموضوع شوية يدوخ تمام بس هو موجود فوقي شوفوا وين لحظة هايا يعني شفت شفت هو هنا شفت طبعا السيارة كبيرة عشان كذا ما عم بشوف ما عم بلحق فما عليكم يا أصدقائي هذاك هو الصندوق السري السادس والأخير بهذا التحديث هو معقد إن شاء الله بك كثير سهلة علينا وكمان يعني حاولوا حاولوا أنا لسا رح أحاول أنا أخذتوا معاكم يعني كلهم إلا السادس بس أشرت لكم عن مكان وقلت لكم وين فأنتوا حاولوا زي ما أنا هحاول وزي ما الكل هحاول إن شاء الله فحطوا كثير لايكات على هذا الفيديو وشاركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس وبس مع السلامة باي باي السلام